السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسلام فيكم على قناة وي سمارت اليوم عنا مراجعة لجهاز من شركة ايفر هذا الجهاز يمكن تركيبه على سويتشات الإضاءة ويعمل بنظام زيك بي 3 ويمكن إضافته على أي نظام يمكن إضافته على تويا أو أبل هوم كيت أو هوم أسستنت أو سمارت تينغز أو هوبيتات بالإضافة أنه يعمل بدون الخط البارد لنيوترال ويعمل كزيك بي ريبيتر بشكل أكثر من رائع خلينا نروح على التركيب مباشرة عشان توضح الصورة عنا هون دائرة لمبة بسيطة خط حامي عليه سويتش وخط بارد منتصل على اللمبة مباشرة مجرد الضغط على السويتش راح تشتغل هاي اللمبة بدنا نحولها إلى سمارت مع عدم وجود خط بارد عند السويتش أول قطعة راح نستخدمها سمارت ريلي من ايفر هذا الريلي بتحمل لغاية 3 أمبر بروتوكول الاتصال الخاص بالجهاز هو زيك بي 3 لو تفرجنا على مداخل الجهاز عنا الـ L الخط الحامي وعنا الـ Out راجع اللمبة وعنا مدخلين N متصلين مع بعض من الداخل هذا السمارت ريلي بتم تركيبه في الصقف عند الإضاءة أو الاسبوتات الـ L هو الخط من السويتش والـ Out هو راجع اللمبة والآن راح نركبه بهذا الشكل مكان لكلمن الآن الخط الحامي دخل على الجهاز وطلع منه إلى الإضاءة تبقى علينا تزويد الجهاز بالخط البارد الإضاءة جاهزة فعلياً وبإمكاننا نشغل لكن بدنا نحول السويتش أيضاً إلى سمارت راح نركب هذا السمارت سويتش مكان مفتاح الإضاءة وطبعاً بتحمل 3 أمبير مثل الريلي عنا الـ L1 والـ L2 هدول بتم توصيلهم على الـ Smart Rely بإمكاننا نضيف على السويتش جهازين مثل هذا بمعنى آخر الخط الحامي بدخل على الـ L وبطلع عنا سلك من الـ L1 إلى الريلي الأول وسلك من الـ L2 إلى الريلي الثاني وطبعاً هذا السويتش ما بحتاج الخط البارد الآن راح نركبه مكان المفتاح بهذا الشكل هيك صار عنا الخط الحامي دخل على الـ L2 وطلع منه إلى سمارت ريلي الآن راح نضيف مفتاح الإضاءة على الـ Smart Switch راح نستخدم هذا السلك المرفق مع الجهاز ورح نركبه على مفتاح الإضاءة ورح يتم تركيبه بهذا الشكل على المفتاح والآن علينا تركيب المفتاح على الـ Smart Switch بهذا الشكل المدخل العلوي يتم استخدامه مع الـ L1 أما المدخل السفلي فهو مخصص للـ L2 ورح نضيف عليها جهاز لكن بعد ما نجرب هذا الجهاز الآن والآن لو رجعنا التيار الكهربائي راح نلاحظ أنه الجهاز اشتغل وإحنا لسه ما أضفناه وبإمكاننا نتحكم فيه مباشرة من المفتاح بدون ما يكون عندنا خط بارد وبدون ما يكون الجهاز أصلاً مضاف على أي نظام بمعنى آخر لو في أي عطل عندنا في نظام الزيقبي راح يظل هذا الجهاز شغال وبنفس الوقت لدينا زيقبي ريبيتر موجود بالصقف بوسع شبكة الزيقبي الآن راح أضيف الجهاز على الهوم أسستنت عشان نشوف جودة الجهاز في توسيع شبكة الزيقبي راح نضغط على زر الإضافة 5 ثواني مباشرة راح يدخل الجهاز في وضع الإضافة راح أضيف الجهاز من خلال زيقبي توم كيو تي تي على الهوم أسستنت والهدف بدي أورجيكم خريطة شبكة الزيقبي ميش على الهوم أسستنت والآن راح أضغط على جوين لإضافة الجهاز وهيك تم إضافة الجهاز بنجاح ولو جربنا تشغيل الجهاز من خلال التطبيق نطفي من خلال المفتاح لأمور شغالة بشكل ممتاز والآن راح أغير اسم الجهاز إلى Ever2 لأنه عندي جهاز مضاف مسبقا باسم Ever خلينا نجرب الجهاز الآن من خلال الـ MQTT التشغيل وإيقاف التشغيل سريع جدا والمفتاح بعكس حالته حسب التطبيق في حال حبينا نخلي المفتاح يكون شغال باتجاه معين للـ On واتجاه معين للـ Off بإمكاننا تغيير وضع المفتاح عن طريق الضغط على زر الـ Reset مرتين بشكل سريع والآن المفتاح صار الأتجاه للـ Off وللأسفل On ولو ضغطنا كمان مرتين على زر الـ Reset راح نحول الوضع الأخير واللي هو وضع المومنتري المناسب للمفاتيح اللي بيجي عليها زومبرك راح نجربها بعد إضافة كمان Smart Relay بعد قليل ولو ضغطنا كمان مرتين راح نرجع للوضع الأول بمعنى عنا ثلاث أوضاع للمفتاح يمكن الاختيار بينها قبل ما نضيف كمان Smart Relay الثاني خليني أورجيكم شبكة المش لهذا الجهاز كيف تم بناءها على الـ Home Assistant لو دخلنا على الزكبيت ومكيوتيتي وبعدها ضغطنا على ماب وبعدها على لود ماب راح تظهر عندي خريطة شبكة الزكبي للأجهزة المتصلة على الـ Home Assistant ولو ضغطنا على جهاز Ever ورح تظهر عندي الشبكة اللي انبنت عن طريق هذا الجهاز والآن لو ضغطنا على جهاز Ever 2 اللي أضفناه قبل قليل أيضا راح تظهر عندنا الشبكة اللي بناها بينه بين أجهزة زكبي لأخرى صدقا عجبني هذا الجهاز في هذا الموضوع واللي هو الزكبي مش الآن أضفت سمارت ريلي ثاني على هاي الدائرة مع لمبة تانية وتم توصيل خط من الـ L2 إلى الـ L1 على السمارت ريلي ومن الآوت سيلك إلى اللمبة وخط بارد من الكليمن على السمارت ريلي نفس الطريقة السابقة بالضبط راح أجربه الآن مع كبس زنبرك ورح يتم تركيبها بهذا الشكل ولو جربنا الكبس الآن مجرد إزالة أصبعي عن المفتاح راح تطفل إضاءة لأنها بحاجة إلى تغيير وضع السويتش على السمارت ريلي راح أضغط على زر الـ Reset مرتين للانتقال للوضع الثاني وكمان مرتين للانتقال للوضع الثالث واللي هو مناسب لهذا النوع من المفتاح كما شرحت في السابق وهيك صار عندي المفتاح One push for on, one push for off طبعا في حال حبيت أضيف كمان مفتاحين راح أضيف كمان سمارت سويتش ورح أضيف في الصقف كمان جهازين هيك بصير عندنا أربع ريليهات مختلفة مع أربع ريبيترات هاي نقطة مهمة لأنه أساس شبكة الزكبي هي الريبيترات بينما أنا إذا استخدمت جهاز زي الزكبي ميني اللي رجعناه في السابق من سن اوف بيجي حجمه تقريبا نفس الحجم هذا فقط يمكن التحكم من خلاله في مفتاح واحد ولا يدعم الريبيتر لأنه بيشتغل بدون نيوترل بينما أنا عندي الجهاز هون راكب عليه نيوترل وشغال عليه الريبيتر بشكل طبيعي أو إذا استخدمت أربع مفاتيح سمارت مثل هذه المفاتيح هذول المفاتيح عبارة عن ريبيتر واحد فقط مش أربع ريبيترات وإذا تعطل بتعطل كامل كل الأربع مفاتيح أما هون الأجهزة الموجودة أمامنا تشتغل بشكل منفصل وأيضا يمكن تشغيلها حتى بدون هذا السويتش عشان هيك أنا بعتبر أنه هذا خيار جميل جدا وعملي جدا حبيت أورجيكم إياه إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه لايك وسبسكرايب سلام عليكم